في محاولة لشرح سكرة التعديلات الدستورية وتوعية شباب الجامعة بها أقام طلاب جامعة الطاهرة صباح اليوم نمو ذداً مصغراً لعملية الاستفتاء باستخدام بطاقات تستطلع أراء الطلبة عايزين نقول نحن رفضين التعديلات الدستورية دي وعايزين نقول مين وافق التعديلات الدستورية دي احنا الطلبة أغلبيتنا تعمل موافقناش انا اخذت رأيي حتى يعني انا ناسي كنت بس الناس وقالوا لي ما انتم موافقين فيه ناس ما كانتش عارفة أصلاً بس الناس اللي كانت عارفة كتقولي لا طبعاً انا مش بقاطع عشان ماليش مزاجة نزل من بيتنا واروح استفتي لكن بقاطع عشان انا عارفة ان الناس لو ناس راحت كتير هيقولك اللي جاندي كانت زحمة كلهم كانوا جايين يأيدوا زي ما حصل في الاستفتاء على اختيار رئيس الجمهورية وخلال ساعات أعلن الطلاب نتيجة الاستفتاء المصغر في مؤتمر أقامه تحت كبة جامعة القاهرة وأعلنوا عن عدم موافقة 80% من الطلاب على التعديلات الدستورية وأقاموا مظاهرة احتجاج على الاستفتاء على التعديلات احنا النهاردة كان عندنا استبيان لمعرفة رأي الطلاب حول التعديلات الدستورية كان النتيجة اللي احنا عندنا نشارك في الاستبيان ده الشريحة اللي تم عليه الاستبيان 21.000 طالب 18.435 طالب قالوا انهم غير موافقين على التعديلات الدستورية باجملها ال 2185 طالب قالوا انهم موافقين على التعديلات الدستورية 213 طالب امتنوا عن التصويت فالنتيجة بين أنه اكتر من 80% من الطلاب مش موافقين على التعديلات الدستورية برمتها باجملها وبينما كانت المظاهرات في جامعة القاهرة قائمة كان طلاب جامعة عن شمس يشاركون في مظاهرة ولكن الامن تدخل فيها وحاول فضها ليصاب بعض الطلبة وفي اطار الاحتجاجات على التعديلات الدستورية تظاهر طلبة جامعة طنطا ايضا وطالبوا بمقاطعة الاستفتاء وحمل نعشا رمزيا بالتعديلات الدستورية والتي اصبحت جثة هامدة في نظرهم وقام المستشار محمود الخديري رئيس نادي قضاء الاسكندرية بالاتصال بطلبة جامعة طنطا هاتفيا لحثهم على مقاطعة الاستفتاء خاصة بعد ان قام نادي قضاء بالاسكندرية برفع الرايات السوداء حدادا على التعديلات كما نظم طلاب جامعة المنوفية حملة طلابية بعنوان قاطع من اجل مصر وخلالها احتشد الالاف من طلاب الجامعة في مسيرة ضخمة حمل فيها الطلاب نعشا ملفوفا بعلم مصر وكان من بين المشاركين في المسيرة الدكتور يحكى الجمل الذي حاول ان يوضح مساوئ التعديلات الدستورية اما في جامعة المنصورة فقد كان الموقف مختلفا حيث قام اتحاد الطلاب بتنظيم مسيرة بالمشاركة مع بعض الاساتذة الجامعيين للدعوة لعدم مقاطعة الاستفتاء بغض النظر عن موقفهم تجاه التعديلات احنا بندقى الطلبة زميلنا ان هما يشتركوا بادلاء الرأي بس في الاستفتاء يقول نعم يقول لا اتحاد الجامعة مش يعني مش بيوجه الطلب ان يقول حاجة التعديلات هي عبارة عن مهزلة حصلة واحنا علاننا موقفنا كطلاب خمس منه وكطلاب جامعة كطلاب جامعة كله طلبة اول مرة مش اول مرة الطلبة كلها تجتمع على المقاطعة التغلبية العظمة من الناس او كده مش عارفين يعني ايه تعديلت دستورية مش عارفين ايه المواد اللي بتعدل فيها فيها لما حاصل على التعديلات الدستورية لمحدش فهم حاجة ازا اقول لا اه اه وانا ما عرفش ايه اصلا الحاجة اللي انا اقول عليها لا اه اه انا عاوس حد دلوقتي يقول لي ايه تعديلات الدستورية دي الا 34 مادة يعني تطلع تصريح في التلفزيون عادي يقول الا 34 مادة دي قبلها فترة مهما علاق الأصوات الرافضة للاستفتاء أو الموافقة عليه فإن الصناديق الشفافة ستكون هي الفيصل الذي سيضع نهاية لهذا المسلسل الجماهيري ولكن أي نوع من النهايات هذا هو السؤال جمان جودة العشر مثان